في الأكاديميات العسكرية الغربية وخاصة في ألمانيا كيف ينظرون إلى حرب أكتوبر؟ بعد عام سبعة وستين كل المؤسسات العسكرية في العالم تقريباً كانت متحمسة لعبقرية القيادة الإسرائيلية خاصة بشأن معارك الدبابات وكيفية التعامل مع تحركات الدبابات وتعلمنا أيضاً أن الأمر قد يصبح صعباً وأنه لا يمكنك الركن إلى نجاحك وأن عليك أن تستمر في العملية بجدية لذلك كان النجاح المبدئي للمصريين مفاجأة كبيرة لمعظمنا وبجانبه كل تلك المقاومة بعد قيام الإسرائيليين بإعادة التجنيع بعد الأيام الأولى وكيف تمكنتم أنتم بعدها من التعامل مع ذلك وأيضاً تعلمنا أهمية الدفاع الجوي في المواجهات حيث كانت رسالة مهمة للمؤسسات العسكرية وبالنسبة لنا نحن في الجيش الألماني أصبحنا حريصين على أن يكون لدينا دفاع جوي قوي في جيشنا لأننا تعلمنا الدرس جيداً وفي الحقيقة نحن تعلمنا من النجاح المصري في هذه الحالة كل عمل عسكري يمهد الطريقة لتوجه سياسي أو لقرار سياسي فهل تعتقد أن مصر حققت الغرض المرجوة من الحرب؟ الهدف السياسي للحرب؟ دعني أقولها لك بهذه الطريقة لا يمكن أن تعرف الغرض بالضبط ولا يوجد أحد يمكنه قراءة ما في ذهن الرئيس سادات بالضبط ولكننا سمعنا ما يقوله الناس فقط وما قاله هو بنفسه عن تلك الحرب ولكن من حيث المبدأ يمكنك أن ترى أنه لم يكن يريد تلك الحرب الشاملة مع إسرائيل ولم يكن يريد استمرار ذلك الوضع البائس الذي ساد حينها ولهذا فقد نفذ بذكاء ما يمكن أن تتوقعه من زعيم سياسي من تقديم خطة للتغلب على الوضع الراهن وعندما تفهمها وتعرف أن نجاحها هو المهم تجده قد حقق نجاحا بالفعل ومن ثم كانت الخطة جيدة ومن ثم فهو رجل حكيم بالنسبة لمعركة الإسماعيلية هل لديك شيء مميز بشأن تلك المعركة؟ بعد هذه المعركة انتهت الحرب فعليا بوقف إطلاق النار وجاء اتفاق السلام لاحقا والمثير للاهتمام هو كيفية انتهائها فبعدما حاولت إسرائيل عدة مرات محاصرة الجيش الثاني المصري ولم تنجح بسبب شجاعة المظليين المصريين وعدد من عناصر السائقة التي استمرت حتى اللحظة التي انتهت فيها الحرب وبعد إعلان وقف إطلاق النار كان بعض القتال لا يزال مستبرا والشيء المثير للإعجاب أن هؤلاء من كلا الجانبين سواء الإسرائيليون أو المصريون الذين خاضوا تلك المعركة الصعبة كانوا أول من أصبحوا واسمحوا لي أن أقول ليسوا أصدقاء ولكنهم تشاركوا الخبز معا وقدموا نوعا من الرؤية الفردية التي تقول إن السلام بينهما ممكن ففي الوقت الذي كان فيه آخرون لا يزالون يطلقون النار توقفوهم وقالوا أدينا عملنا بشكل جيد والآن انتهت الحرب واعتقد أن هذه رسالة ممتازة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة